توافق أعضاء مجلس بلد الجنوبية في جلسته الاعتيادية على القرارات التي تمت مناقشتها في الجلسة مشددين في الوقت ذاته على ضرورة العمل على إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة الكلاب الضالة التي باتت تشكل أزمة حقيقية في البحرين الزميلة خولة لغرنيس حضرت الجلسة ووفتنا بتفاصيلها من خلال التقرير التالي طرح مجلس بلد الجنوبية في جلسته الاعتيادية قضية الكلاب الضالة لافتا إلى أن الوضع في تفاقم وخوف الناس في تزايد بسبب هذه الحيوانات وتقاذ في المسؤوليات بين مختلف الجهات لما شفتها من أشياء ترى بالعين المجردة والناس كلها تشوفها والأشياء التي شفتها بالليل لما أنا أكون موجود في منطقة هورا السند المواطنين صوروا لي في الظهر أربعة ويمشون في الوسط الكلب الشرس معروف أنه شرس يعني ما ينفع فيه أي علاج الآن السؤال اللي نطرحه حق الوزارة لاشقال نبي حل جذري قبل لا يتفاقه من الأمر والكل يتراكض للحل الجذري والكل يلقي اللوم على الثاني من جانب آخر بحث المجلس فكرة تطوير بلاج الجزائر وإعادة إحيائه من جديد بخصوص بلاج الجزائر انتمنى من الحكومة الرشيدة أن يتم استرداده إلى وزارة البلديات حتى يتم تطويره من الأول إلى ما لا نهاية كذلك ينتعش بالناس اللي تروح زوره ينتعش بالاحتفالات اللي راح تصير فيه من قبل أي وزارة تبي تسوي احتفالها تسوي تقدر تسوي احتفالها في بلاج الجزائر يصير احتفالات من الناس حتى الحيبية لما يروحون الناس بإمكانهم يروحون هناك ناس عندهم حفل يقدر يستعمل البحر هناك فالمكان هناك مكان حلو وجميل وتوافق الأعضاء خلال الجسد على فكرة إطلاق مشروع الخزانات الأرضية لمياه الأمطار والاستفادة منها كمياه جوفية مشروع إنشاء خزانات الأرضية لاستفادة منها من مياه الأمطار خصوصاً نحن في البحرين نعتمع على 70% من مياه المحلاء و30% من مياه الجوفية وهذا المشروع يبعى الدراسة مع دكتور جامعة البحرين وطلبة من جامعة البحرين وهذا يؤدي ويشجع المخزون الماء للمملكة حق الأسجار القادمة إلى ذلك أيد المجلس مقترح إلغاء شرط عدم حصول الزوج على خدمة إسكانية في حال تملك الزوجة أو الأبناء القصر لعقار سكني أن الزوج إذا كان له مصلحة في إحدى الوزرات مثل الإسكان ما يحق له أن يستملك إذا كانت الزوجة تملك أو أحد زوجاته أو أحد أولادها القصر فلذلك أنا تقدمت بهذا المقترح لإلغاء هذا الشرط حتى يتمكن من الزوج أن يستملك من طريق وزارة الإسكان أو أي وزارة أخرى وشدد الأعضاء على ضرورة الإسراء باستكمال المشاريع التي لم يتم تنفيذها حتى الآن مطالبين الوزير بتحديد جدول زملي وردود واضحة بهذا الخصوص كما توافقوا أيضا على إيجاد قانون موحدا للإعلانات التي يتم وضعها في الشوارع وتحديد هيكل واضح لعملية تنظيمها خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر